تطلب بقاء هذا الشمعدان البرونزي المذهل كل من المحافظة عليه في العصور القديمة وظروف دفن مناسبة بعد ذلك تم العثور على الشمعدان في موقع مدينة فاني في منطقة كوتايسي وهي إقليم قديم يشتهر بوجود الأعمال المعدنية فيما تسمى اليوم جمهورية جورجيا في عام 2007 اكتشف علماء الآثار مجموعة هامة من الآثار المعدنية مدفونة في مقلع تقطيع صخور خارج أسوار مدينة فاني القديمة هذا الشمعدان هو أحد أربعة شمعدانات عثر عليها بجوار مجموعة من رؤوس الرماح الصدئة ولقد نجت هذه القطع لأكثر من ألفين عام كان البرونز مغطى برواسب بسبب دفنه ومغطى بالصدى الذي انتقل إليه من رؤوس الرماح المجاورة تعاون متحف جيتي مع متحف جورجيا الوطني لدراسة وصيانة الشمعدان الذي كان في الأصل مزخرفا بأربعة تماثيل صغيرة للآلهة آيروس وهو الإله الطفل للحب تفحصت مسؤولة الصيانة في المتحف الشمعدان لتحديد طبيعة ودرجة التآكل وقام مسؤول الصيانة من متحف جيتي بفحص القطع بواسطة الأشعة السينية ويظهر التصوير الجودة العالية لسباكة البرونز وحدد عالم من متحف جيتي تركيبة الشمعدان وهي خليط معدني من النحاس والقصدير والرصاص تساعد هذه المعلومات على تحديد أنواع التآكل وبين اختبار تنظيف درجة الحفاظ على سطح الشمعدان تكونت الطبق الزرقاء المخضر الرقيقة التي تسمى زنجار بسبب الاحتكاك بالتربة لمدة طويلة وبينما تمت إزالة التآكل اتضح شكل القطعة بالتفصيل وتم التنظيف بواسطة عيدان خشبية وفرشات وأدوات مسح قطنية ومباضع وباستخدام طريقة تسمى السحج تم لف الشمعدان بقطعة من البلاستيك مع ترك ثقوب للتنظيف ثم استخدمت أداة كشط لإزالة الصدق الذي تسببت به رؤوس الرماح الصدق عن الشمعدان وتم استخدام مبضع لإزالة القطع الكبيرة الصلبة المتآكلة التي تبقت بعد ذلك أزيلة رؤوس رماح التصقت بالشمعدان ثم فتح غطاء الشمعدان وأصبح حرا بعد إزالة التآكل من حول المفصل إن تماثيل الآلهة أيروس تجسد موسيقين اثنين وراقصا وحامل شعلة وتم وضعها في أماكنها على الشمعدان بناء على الملاحظات الميدانية والصور التي يمتلكها علماء الآثار تم استخدام مجموعة من التقنيات من أجل تنظيف وصيانة الشمعدان لذلك زودتنا عملية الصيانة بفكرة عن مهارة صانع الأعمال البرونزية القدمة ترجمة نانسي قنع